الجزائر الى اين الجزائر الى اين طيب السؤال هذا لانه العدالة غايبة والبلاد في خطر البلاد في خطر العدالة غايبة كنقول العدالة غايبة معنتها البلاد في خطر والشعب زيد احتقان وزيد غضب وزيد تدمر وزيد تدمار والغرب بالخصوص الحركة الصهيونية والعدو الخارجي والنظام المغربي وكذا وكذا يتربصون بالجزائر قبل اسابيع قليلة قبل اسابيع قليلة اتحاد الاوربي قدم لائحة يتكلم على حقوق الانسان في الجزائر وحقوق الانسان وما كانت حقوق الانسان وكذا 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 رجعونا الايام تسعينات ايام تسعينات ترجعون الوقت الإرهاب ووقت التسعينات وحق الإنسان وإختطاف وقضاء وقضاء بعد أن أقول لك هذه قضية قرصة أذن حابين يزيرونها على تصريحاته وكذا وكذا وعندنا ورقة ضغط لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لكن الأمر طور أنا الآن لا ألوم من استقبل ورحب بالمقررين الأممية لحقوق الإنسان بل ألوم السلطة التي مارست التضييق والخلق لدرجة أنها أصبحت محل تحقيقات أممية نعم الجزيرة الآن فيها مراقبين أمميين يراقبوا لك الجزيرة تحترم حقوق الإنسان وراء تقدرش تقولهم لا لا تقدرش جزير الآن راي عضو غير دائم في مجلس الأمن ورا يتحكم وراقبة وكانت تقولهم ما نستقبلوش المقررين الأمميين تحقوق الإنسان آه تركت حقوق الإنسان وبالتالي يخرج وكذا كذا كذا وتولي دولة مارقة دولة ما رقة مارقة رك مارقة لعبها مارقة وكذا كذا ويدلوك كما العراق وليبيا لكن كما العراق وليبيا دارينا ندارينا نبي شو نقول لكم أنا أقول لكم عادي سنوات القادم وأسوأ من الجنوب القادم أسوأ من الجنوب و بالقادم أسوأ من الجنوب ظلنا أحضر لكم القادم أسوأ من الجنوب وحد ما كانا مصدقني همخ اللقوليك حركة مسلحة في الجنوب ويبعثو لكم مقررين من الأمم المتحدة يجو يراقبوا حقوق الإنسان ضربتيهم في الراس يوجعوا الضربتين في الراس يوجعوا الآن فيه تجييش وتحذير لأبناء الجنوب اللي يطالبوا ما نطلع المورال ما ولو هذا هو الحقيقة نقولكم الحقيقة واش تحوسوا نقذب عيكم أنا قالوا طلعنا المورال ما نطلعك المورال نعطيك الحقيقة إذن الآن فيه تجييش لبعض العناصر المارقة المارقة في الجنوب اللي هما منبوذين حتى مثل فرحات مهنية وجميع اللي منبوذين في ماتيقة القبال لأنه فرحات مهنية ومن معه منبوذين عند القبال واحد ما يحبهم يقول لك هذا خرج من العرش لأنهما العرش عندهم هما الصح يعني كما يقول لك الناس العادة كما عند منهم الزاب العزابة يعني الكبار العرش القبيلة بتاع العرش متبرين من فرحات مهنية ولكن له تأثير عند صهاينة ويستعملونه كورقة لمحاولة الضغط على الجزائر واحد يقول لك ما يديروا لا يديروا لا يديروا لأنك انت تعطيتهم فرصة أنهم رايحين يديروا وراحين يديروا والحل في يدك يا إما أنك تقوي روحك وتلم ولادك وتسخن عشك وبالتالي اللي برا يخافوا منك يقول لك السيد هذا معه الشعب مثل التف موراه والدنيا وقواما نقدروش يا إما تبقى كما راك مشتت وبالتالي يقسم بالله غير يديروا ويديروا ويديروا هني نقولها لك هذا الجميع اللي رهم ربعة من الناس بعد أشهر ذلك هتلقاهم ربعة مئة بعد هتلقاهم ربعة لا بعد هتلقاهم ربعين ألف بعد هتلقاهم ربعمية ألف قرى الثلج تكبر 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 مثل ما كنا في البداية نضحكوا على جمعة الماك ربعة من الناس ميدروا له ولو يمشوا في مسيرة في باريس بعشرة لاف ويمشوا في مسيرة في كندا بربعة لاف ويمشوا في مسيرات منه ومنه وظهر يزدونهم وبعد ادوها من عندي سجلوها من عندي سجلوها من عندي الآن بعد حرب غزة إسرائيل ستساعد فرحات مهني لتنظيم أكبر تجمع وأكبر مسيرة في باريس المخابرات الإسرائيلية ستساعد الإرهاب فرحات مهني لتنظيم أكبر تجمع يجيبونه الأكراد يجيبونه الطيارات والحافلات ويدرونه تجمع في باريس في ساحة الجمهورية أو ساحة الحرية ويقولك هذا تجمع جمعة الماك لكن 50% و60% ما عدا مش علاقة بالماك لأنهم يحبوا ينفخوا حاجة ينفخواها الدوعة من عندي سجلوها أقوله قالها في 29 نوفمبر 2023 ممكن جون في فيفري مارس الدوعة من عندي إذا سمعتوا تجمع في باريس ضخم أعرفوا باللي مخابرة الإسرائيلية درتوا هذا لا يوجدونه في خاطر رمال أونلاين قزة لا لأنهم قالوا هالي جماعة متنفذين جماعة عندهم علاقة بكذا وكذا وكذا قالوا لي بن زديرة قالوا لي ترقب مساعدة المخابرة الإسرائيلية في فرحات مهنة من أجل الضغط على الجزائر الآن فرحات مهنة راو يعانوا في جماعة 4 أو 5 من الجنوب لكن راحين يولوا 40-50 راحين يولوا 400-500 راحين يولوا 4000-5000 راحين يولوا 40-50-1000 يكبروا ينفخوهم بالمقابل بالمقابل شوفوا حقوق الإنسان مقررة حقوق الإنسان ماري لور تزور الجزائر وتقابل عدد من حقوقيين محامين كما هذه الأستاذة المحامية وعدد آخر من جماعة الحقوقيين بما فيهم هذاك اللي كان متهم بالتواصل مع جماعة الموساد الإسرائيلية وتم سجنه هذاك هذا معروفين محامين هذا هو رامعة المقررة هذه ماري لور تكلم على حقوق الإنسان في الجزائر لقاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان مع المقررة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لور خلال زيارة هذه الجزائر لتقييم وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان جاية الديرونكات جاية دينانسبيكسيوم ها هي نفس الشي مع محامين معروفين في المنطقة في الجزائر العاصمة طبعاً هاي نفس الشي مع جماعة حقوقيين هذو كانوا في السجن من قبل وهاي نفس الشي مع هذك اسمه بوراس وجماعة نفس الشي أنا الآن أراني ننبه ونحذر ولا أتهم أنا مجمو أنا منقولش هذو خاوانة ولا لا من حقهم من حقهم لأنه ملقوش السلطة تسمعهم ملقوش حقوق الإنسان في الجزائر تسمعهم وتدافع على مصالحهم أو تسمعوا وش ترامي حوسوا يعني هذو الناس هذو دخلوا لحابس وخرجوا دخلوا لحابس وخرجوا هذو تسمعهم وش تحوسوا وش تحوسوا يا إما راهم مظلومين وتعطهم حقوق يا إما راهم ظالمين وتشاهدوا عليهم العالم أنهم هذو ظالمين وخوانة وإرهابيين وبالتالي نعودون ونعرفهم وكي نقولون ونعرفهم لا أسمح لهذه ماري لوري هذه ولو اسموها تحقق أن تقابل ناس إرهابيين يعني الآن ما تجيش تقول لي مني هذه ماري تقدر تقابل علي بالحاج تقدر تقابله ممنوع حتى هي تطلب قال لحاب نشوف علي بالحاج قال له تشوفيش لماذا؟ لأنه هذا زعيم تنظيم إرهابي وكان يدعو للقتل وبالتالي لا نسمح لكي لا نسمح لكي بمقابلته دولة صارمة دولة صارمة ما نقبلش بسحنا أنت تفضلي سيماري وش حبي تشوف أنا حبي تشوف هذوك المحامين وبوراس روحي تشوفهم وعليها ما تشوف هذوك المحامين على الدين جدك وعليش ما تشوفش ربهم انت وعليش تخلي في رب ماري هذي تجيش تشوفهم وعليش تخلي هذه ماري تخلك الشوبرات تتعرقل وتتلقى لك مع المحامين وتلقى لك واش دخلها يا رب راب من هذه هذي ماري الطحانة هذي عشبت وش لإسرائيل تهدر معهم تقولوا معش تقتلوا في الفلسطينيين جيت ترقب فينا أنت ضعيف حكومتك ضعيفة مكش أرقاز لأنه كان الحاجة بنزوج يا إما أنا نتكفل بولادي ما نستنى لا ماري تأشكو بلا ولا دولة جزائر مستقلة مش ربب مجد دخل لحقوق لإنساننا هكتشوف في أن نعذف الناس أنا نتكفل بولادي ونضمهم لي إذا كنت غالط معهم إذا كانوا غالطين رشي ربهم في الحبس ونعنش طلق قسامون هذا يا نسكرنا قساموا كل كلب في الزريب